الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر هذا صوته حلو بس مش كتير الله مستعان أكيد قلبه حلو بس هذاك التاني المؤذن صوته حلو كتير جدا 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 اللهم استعان تاريخ اليوم تاريخ مميز لمحاربة النفس الأمارة بالسوق عشرة واحد الفين أربعة وعشرين من حبنا لله من حب كل الناس من حاول نحسن أهم شي اللي هو القلب قلب نبيل نية طاهرة إذا حسناها هاي أهم نجاح لأنه ساعتها نفهم ربنا فأهم نجاح كل أديان تدعي له الأخلاق فالخلاصة أن يضبط أخلاقه يكون على مثال الله يعني يكون كريم محسن مسامح فأد ما يتحلى بالأخلاقه الكويسة أكيد لازم يكون كمان بالصدق والأمانة والشجاعة والصبر وهي أكيد كمان الصفات لازم يتحلى فيها كل الصفات الكويسة لازم يتحلى فيها فالمؤمن الصح هو المؤمن الحقيقي هو المؤمن الصادق هو اللي بحاول يعكس الأخلاقة الكويسة على أخلاقة الإنسانية فرفنا خلق الإنسان على مثال الله الإنسان هو شي كتير كبير أشرف المخلوقات فأحنا يا منسير مرات أسوأ من الحيوانات تكرمه يا منسير قلبنا زي الجماد اللي هو أدنى مراتب الوجود الجماد أدنى مراتب الوجود نحن أعلى مراتب الوجود بالمخلوقات بعد ذلك يأتي الحالق الذي لا نعرفه فنحن قلنا من دعائنا لله هو نوع من أنواع الإحسان أنا أكثر أحد يجب أن أضبط من أخلاقي ليس أنا كمش كويس بالأخير أنا كمش كويس لازم أضبط من أخلاقي كل أحد يجب أن يضبط أخلاق نفسه أول شيء ويكون قدوة لغيره ويكون خليفة الله على الأرض كل أحد يحاول قدر المستطاع والحلو بالموضوع أنه كل يوم نحن نضبط كل يوم نضبط النية نضبط الأهداف بثانية واحدة نغير كل شيء نساوي لمدة ملايين السنين هي جنة أبدية لا نراءات والأذن سمعت وخطر هناك جنة أبدية هناك إذا قدرنا نغير نغير نية نغير نيتنا هي طبعا نية الحالة لا تكفي لازم كمان محاولات إن الله لا يغير ما يقومن حتى يغير ما أنفسهم كمان محاولات صعبة محاولات سهلة محاولات فاشلة محاولات أشحى نحن نحاول ومحاولات نطلب كثير شغلات فلوس منصب توفي كثير شغلات سيارات جديدة سيارات قديمة نخلص الفواتير ما هو يعني نطلب نحن كمان نربي أولادنا نربي أخ ندفع لأخواننا ندفع لأصحابنا ندفع للفواتير ندفع العلينا ندفع المديونات محاولات ندعي بس ربنا كمان ما بيعطينا فهذا مش قلع أنه هو بحبنا فكمان بجبنا البلاء رب بجبنا بلاء بجبنا منحبه ، إلنا يريدون أنه .. هل نحن صابرين عشان هيك برأبنا لأحبه دائما نحن نحبه لأه ربنا بس هل هو بحبه هاي علاقة من طرف وحد نحن مننا علاقة من طرفين عشان الله يحبنا فربنا قال إن الله يحب الصابرين فإذا جاد بلاء فأنه يكون نعمة المؤمن الصادق يرجو البلاء كرجاء العاصي إلى المغفرة إن لا يصيبك البلاء في سبيلي كيف تسلك سب الله الراضينا في رضائي وإلا لا تمسك المشقة شوقا لنقائي كيف يصيبك النور وحبا لجمالي فأحنا يعني مش خايفين من البلاء دائما أقول الحمد لله بس أكيد نزعل إذا أخونا أو أخوتنا أو أبونا أو حدا مات أو استثمار راح أكيد نزعل بس لازم نعرف أن كل شيء يدربنا أعبد ربك حتى يأتيك اليقين سنزعل شوي بس ما نرجع مرة تاني نقوم ونحاول ونخطط محاولات فاشلة محاولات ناشحة كل واحد حسب قدرته حسب ظروفه حسب أمواله المؤمن الصادق القوي المحسن أفضل من المؤمن الصادق القوي الغير المحسن يعني فأحنا نظلنا نزود أخلاقنا ونزود الشغلات الكويسة بالتدريج بالتدريج قدرنا ما قدرنا أهم شيء يزبط النية إذا زبطنا النية كأننا نسوينا لكل مرئ ما نوا الإمام علي تفضل أعمل لدنياك أنك تعيش أبدا أعمل لأخرتك أنك تموت غدا بكرة إذا مدنا الله طول في عماركم إيش هنحكينا ربنا حاولنا ولا ما حاولنا النية كانت كويسة لما كانت كويسة أهمشي هاي سلم إليكم قلبكم